تزايد حالات الانتحار في كاركوك بدأ ملفتا للنظر بعد رصد مفوضية حقوق الإنسان 39 حالة انتحار في هذا العام خلافا للعام السابق الذي كانت نسبة الانتحار في المدينة هي الأعلى على مستوى العراق وعزي سبب الانتحار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والعنف الأسري رصدنا وجود حالات الانتحار نسبة أو العدد اللي رصدناها في هذا العام 39 حالة 20 من شريحة النساء و19 من شريحة الرجال ولهذا نحن كمفوضية العليا حقوق الإنسان في محافظة كاركوك شكلنا شبكة منع الانتحار بعضوية المنظمات المجتمع المدني واجهات الحكومية المعنية لتوعية المواطنين بمخاطر وسلبيات حالات الانتحار منظمات المجتمع المدني حملت الحكومة مسؤولية ازدياد الانتحار وعزت السبب لعدم توفر فرص عمل للشباب وعدم إيجاد حلول بديلة لتحسين الوضع الاقتصادي والحث على إبرازي وترسيخ الجانب الديني من خلال توعية المجتمع ثقافيا ودينيا المجتمع بشكل كامل يجب أن يأخذ دورة لمعالجة الأسباب نعم الدولة هي الدورة الكبيرة عليها من خلال تحسين الواقع الاقتصادي تحسين الواقع الاجتماعي للمرور بالمجتمع نحو الأفضل وتقليل من نسب الانتحار بالفترات القادمة يلجأ إلى الانتحار كل من أغلقت الدنيا أبوابها بوجهه وهذه الظاهرة يتحمل عاقبتها المجتمع ومن الضروري إشراك رجال الدين والمنظمات والإعلام من أجل التوعية والحد من هذه الظاهرة المشؤومة فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها فبيت الشعر هذا دليل على أن تترك هموم الحياة سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقاة التغيير اشتركوا في القناة